سلام الرعاية وتكلمنا للأسف عن سم السلام ده آه السلام بيبدأ بالسين والسم ده السم ده تلي بيقضي على سلام الرعاية ده حاجة ليه سميته سم لأنه بيسري من غير ما نشعر آه زيه زي الهوى كده إيه اللي حاصل السلام ده مهدد من سم كده خفي اسمه الضمان وقلنا أن الضمان ده بيقلل إيمتنا في قلوب أحبابنا وإحنا مش داريانين لأنهما بيحسوا لما نحن بنضمانهم أنهما ملعومش لازمة عشان كده الضمان بيخلي قلوب اللي حوالينا تزبل وتحس بالهاجر والخزلان في زوجات كتيرة بتقول عن نفسها أنها تحولت قطعة أساس في البيت ونسيت أن هي زوجة وهو بيقول أنه هو حس أنه هو بقى خلاص نسي أنه هو إنسان وبطل وبقى عبارة عن مجرد شخص موجود في البيت عشان يقدي يوفر موارد البيت أولادنا كمان لما بنخفل عنهم مع الوقت بيحسوا أنهم مش متشافين ومحدش حاسس بيهم وبيقولوا عن نفسهم أنهم وجودهم زي عدمه في البيت محدش حاسس بوجودهم فيدوروا كتير بحذر فيدوروا على اللي يرعاهم رعاية بديلة خارج البيت لأنهم مش لقين اللي اهتمام في البيت أسوأ حاجة أن فيه ناس بتظن أنك أنت مدام حبيبك سكتين وما بيتكلموش وما بيشتكوش يبقى كده هم مرضين آسف آسف أقول لك الحقيقة السكوت ده انظار والسكوت ده علامة خطر لازم ننتبه لي وهو خطر الوصول لحد الامتلاء الفلوف خلاص امتلأ اللي هو نتيجة التراكمات المسؤول عن التراكمات ده التراكمات دي مش الخناءات ولا الخلافات لأنه هو ممكن يقول لي ده سكتين وما فيش خناءات وما فيش خلافات المسؤول ومركز التراكمات اللي بيخلي الناس توصل إلى الانفجار والامتلاء سبب الضمان وعدم الرعاية في العلاقة يعني انت ممكن تلاقي ناس وصلوا وقالوا احنا مش قادرين طب ليه مش قادرين لأننا حسى أني حدش شايفني طب هو بيئزيكي بدايك لا ده اكبر اكبر اذى انه هو مش شايفني احنا عندنا مبررات مشهورة طب انه هو ايرد لما احنا نقول كده هو ايرد عندنا ايرد بمبررات مشهورة وهي ترد برضو بمبررات مشهورة سبب قدلة الرعاية والمبررات دي هيفسدها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كسرت الاعباء فهو هيقول مثلا تعبان من كتر الضوط العالية ومش قادرة اتحمل وما حدش يجي جنبي لان انا خلاص مش قادرة وهي تقول شغل البيت انا باشتغل ببرة البيت وجوه البيت فانا مش قادرة مش قادرة خلاص فانتو بتعملوا كده ليه في ناس العلاقات بالنسبة لهم وعلى رأسها الاسرة ان هي محل الاعباء اعباء النفقة والواجبات المنزلية وتربية الاولاد لكن لازم نعيش ان الاسرة مش عبئة على فكرة الاسرة دي نعمة ومدرسة بنتعلم فيها رجولة ونتعلم ازاي نستثمر مدد الله سبحانه وتعالى فالاسرة خزانة للمدد والاسرة اولوية والاسرة ايه اللي بيحصل الاهتمام فيها يخلي الانسان يحس انه هو بيعبد ربنا في محراب يبقى لازم نحس ان ما ينفعش ان العمل يجور على الاسرة لازم تسيب اعباء العمل على باب البيت وكل ما رعيت الاسرة كل ما ده خلى قلبك يحس بالوسع يحس بالانس يحس بالمحبة يحس ان اللي في قلوبهم حبك بيقووك وبيسندوك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعن وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة رعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتي الاسرة دي ما ينفعش ان هي تتحول الى عب لان كل ما ربنا سبحانه وتعالى طلب منك شيء بيعينك فهي مدد كل ما تعمل وكل اعمل فسير الله بيمدكم هو انت لما تعمل في الاسرة يجيلك مدد ربنا فما تقولش ان انت ما بقتش قادر لا انت قادر انت بس كل الحكاية عايز اهتمام قدم اهتمام وسيبك من ان الاسرة دي عب وتعامل على ان الاسرة دي نعمة وشوف الاسرة كلها تبقى ازاي تحس بيك انا اعرف واحد لما بس وشه يتغير البيت كله بيتغير علشانه كلهم بيتألفوا معاه وكلهم بيسندوه اعرف واحدة لو هي في تعبع العادي كل شهر البيت كله بيقف ويريحها اعرف ولاد لو بس اتعكر مزاجهم اهليهم البوم ينخلع عليهم رعاية لان هم بيقدموا الرعاية فكل الناس بيبقوا حواليهم المبرر التاني بقى لقلة الرعاية مبرر مشهور اوي انا بقدي الواجبات اللي علي انا انا زي الفل انا بقوم بحقوق فلان علي انا بقوم بحقوق زوجي علي انا بقوم بحقوق زوجتي علي وامري ما اثرت ويكون هو حاطة مفهوم الحياة على ان انت ايه عندك شكات اوفها لك في وقت السداد بس بس هي الحياة على فكرة بينا مش وحقوق وواجبات امر ما كان الحياة ما بين الاحباب حقوق وواجبات ابدا ابدا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى واسع للرعاية لما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكم رائعاة وكلكم مسؤولون عن رعاياتي فالرعاية مش بس رعاية حقوق ولا واجبات الرعاية دي مسئولية مغموسة في الود ومغموسة في الفضل لدرجة ان احنا حتى لما نيجي نطلع من الزواج لازم نطلع بفضل ولا تنسوا الفضل بينكم فالقصة كلها موجود فيها سكينة وموجود فيها مودة وموجود فيها رحمة فالرعاية لازم تكون مليانة سكينة ومودة ورحمة رحمة بين الحبايب خير ما بين الحبايب جمال ما بين الحبايب فنخرج واحنا مش حاسين ان احنا قدمنا اللي علينا لا احنا عايزين نقدم زيادة لانهم احبابنا وكل واحد فينا زي بالتعبير كده يتفانى في حبيبه يعني يتفانى لانه هو بيعبد ربنا في حبيبه فمفيش فكرة الحقوق والواجبات مينفعش المبرر التارث والمشهور اخر ان يوم ما وده مبرر بصراحة بيبقى صعب او كده بيقول لي احنا عارفين احبابنا عارفين ان احنا ان احنا بنحبه فهي كده كده عارف ان انا بحبها وهو كده كده عارف ان انا بحبه يعني يعني مش بحتاج اللي انا اهتم ارعاها يعني ولا ويجو بعد كده انا اسف يعني في تعبير كده سخيف شوية يقول لك احنا مش بحتاجين تلزيق مش بحتاجين كلام مالوش معنا الكلام ما بيجيبش معنا احنا هم ما عارفين ان احنا بنحبوهم الاهتمام والرعاية دي تعملوها الناس الغربة مع بعض احنا رايبين